في المقدمة بنسبة 39% أكثر من 194 ألف طالب في النمسة لا يحملون الجنسية ده متعلق بموضوع مكتب الإحصاء النمساوي اللي يثبت أن هناك تفاوت في عدد الطلاب غير النمسويين وإن كانت وزارة التعليم بتعاني أن في مجموعة كبيرة جدا من اللي جات غير قادرين على القراءة أو الكتابة وبيصعب عملية الاندماج الحقيقي لهم في المجتمع النمساوي وبيعانوا كمان من تعليم موضوع تعليم اللغة يعني أنا شايف أن المفروض الطلبة دي اللي تيجي قبل ما في السن الصغير على الأقل يعلموه اللغة بداية لأن الطفل عنده قابلية أكبر وأسرع من الإنسان البالغ لتعلم اللغة وده اللي يمكن بيسهل عليه الاندماج لأن هنا بيقولك الفصول بيحصل فيها عادة كبيرة جدا اليوم أعلن فعليا وزير التعليم وقال أنه رح يكون فعليا فيه آلية إدماج للأطفال جديدة بحيث أنه يقدروا يحصلوا يعني على دخول للمدارس بنظام تعليم معين وقال وضح أبو لاشيك أن المعظم الطلاب القديم مع عائلاتهم يفتقرون للمهارات اللغوية والأكاديمية اللازمة لإندماج في التعليم النمساوي ويجري الوزير حاليا نقاشات مع خبراء لبحث سوى مواجهة هذه الأجمة والتحديات التعليمية التي تنجم عنها ويرى أن الخطوة الأولى لدعم هؤلاء الأطفال والشباب في التعليم النمساوي هي تعلم المهارات الأساسية التي تم تطويرها عادة تنفراد الأطفال النقطة الهامة اللي احنا بالنسبة للموضوع أنه بالنسبة 39% أكثر من مئة وفييننا بالنسبة 30-30-30 ألف صالف النمسا لا يحملوا جنسية صراحة هذا الخبر يعني أنا برأيي مخجل جدا أنه النمسا في هذا الرقم فيها تقريبا تقريبا 2 مليون شخص لا يحملون للجنسية النمساوية يا أستاذ نمضوع فيه أشخاص هون موجودين في النمسا لعشرات السنين لا يحملون للجنسية النمساوية رح أتقل لي أنت هلا لأنه ما اشتغلوا ما عملوا ما كذا ولكن هذا لا يعني ولا ينفي يا أستاذ حصول على الجنسية هو حق على الأقل من المفروض أن كل شخص أمضى عشر سنوات في هذا البلد يتحدث لغته وبشتغل أو بيعمل أي شيء موجود بهذا البلد موجود بيشرب من ماء هذا البلد أن يحصلها جنسية طب صراحة هذا الرقم محرش جدا أستاذ ممضوع يعني 194 ألف طالب 194 ألف طالب يا راجل تخيل 22% يعني من أصل تقريبا 200 ألف طالب إحنا كان معنا حق بتاعت الجنسية الأسبوع الماضي هناك معايير للحصول من أصل 890 ألف طالب يعني هناك معايير معايير قدم معايير معقدة أستاذ ممضوع معايير مبالغ فيها قديش أستاذ قديش أنت لما حصلتها جنسية كان فيها التعقيدات هاي كلها؟ لا موضوع اللغة ما كان فيه يعني كان مطلوب أن أنت تتكلم لكن تقدم شهادة لا لا تتكلم ماشي بس موضوع العمل وخمس سنين وست سنين لا عمل آه ثلاث سنين؟ لا من ست سنين هي كانت على ست سنين بس كنت لازم آخر ثلاث سنوات عمل مستمر كنت لازم طبعا لازم تقدم طبعا تقدم تأمينات تقدم موقفك من الضرائف بس ليس لمدة ثلاث سنوات ما كان هذا الجلام لمدة ثلاث سنوات كانت لمدة ستة أشهر كانت لمدة ستة أشهر لا 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 يا سيدي مدة سنة بأحسن حالات فبالتالي تصعيب 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 فزادت الأرقام بشكل مهول بشكل مهول وأصبح هذا العدد الكبير موجود بالنمسة لحمل الجنسية النمساوية شوف ألمانيا سيد الكريم على الأقل النمسة لازم تقتضي بألمانيا ألمانيا قطعت شرط كبير في موضوع الجنسية أيقنت أن الاستثمار هو في الإنسان الإنسان الذي دخل الأراضي الإنسان الذي لجأ مهما كانت حالته القانونية هو ثروة البلد فبالتالي يجب أن يحصل على جنسيتها بيخدم جيشها بيخدم البلد بيحمل اسمها بزيد التعداد السكاني لهذا البلد فبالتالي بصراحة وضع النمسة محرج للغاية ما دام قانون الجنسية شديد وإنت بتتكلم على الإنسان المثالي نعم اللي هو لا يلقى إلى المشكلات أو فعلها أو طبعا 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 موضوع الإنسان الإشكالي هذا وضعه خاص وهذا عنده يعني بتقوله الحالة الخاصة اللي هو يعالج من خلاله شكرا